تجارة مربحة لكنها ليس كما يظن البعض تجارة لم تعد مجرد ظاهرة وإنما بات لها زبائنها كما هو الحال للمروجين والوسطى تلك هي تجارة الأعضاء البشرية إذا علنت السلطات الأمنية في وسط إلقاء القبض على عصابة اعترفت صراحة بالمتاجرة بالأعضاء البشرية برغم تجديد العقوبات من قبل القانون العراقية إلقاء القبض على عصابة للتجار بالأعضاء البشرية ضمن قضاء الصويرة في محافظة وسط العصابة تكون من ست أشخاص أربعة منعتهم ضحايا طبعا واثنين منعتهم من المتاجرين في هذه الأعضاء العمليات تقوم من خلال ترغيب بعض الأشخاص بالأموال ونقلهم إلى مناطق كردستان وبالتالي يقومون ببيع هذه الأعضاء البشرية بسبب تفشي عوامل الفقر والبطالة نلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد ظاهرة الاتجار بالبشر وهذه تحولت من الطابع الفردي إلى الطابع الجماعي المنظم حيث انتظم الكثير من هؤلاء الأفراد في عصابات منظمة علما أن قانون مكافحة التجار بالبشر هو مقر في مجلس النواب العراقي رقم 28 سنة 2012 ووجود هذا القانون قد رفع مستوى الجريمة إلى جناية بحيث يعاقب مرتكبها لسجن مدة لا تزيد على 15 سنة وإضافة إلى غرامة 10 مليون دينار عراقي ناشطون ومتابعون أكدوا أن ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير يحتم على الحكومتين المحلية والمركزية الالتفاة إلى تنامي تلك الظاهرة وارتقائها من طلب للشفاء والتبرع إلى متاجرة علنية عبر مواقع التواصل بيع الأعضاء البشرية على وصول هذا المواطن إلى مرحلة اليأس من تحقق العدالة الاجتماعية لذا الإشارة الأولى والسهم الأول يجب أن يوجه إلى الأخوة في الحكومة العراقية عليهم أن يلتفتوا البطالة أخذها من الشباب بالذات تجارة الأعضاء البشرية على الرغم من حداثتها وعلى الرغم من كونها تجربة ناشئة لكن هي تتطلب حقيقة وقفة جدية من قبل الحكومة المحلية أولا في محافظة واسط وقيادة الشرطة أيضا الأجهزة الاستخبارية أيضا وأيضا بالمقابل الحكومة العراقية هي ذاتها يجب أن تتحمل مسؤوليتها أمامها كذا أخطار وبحسب الأجهزة الأمنية فأن هناك المزيد من الخيوط تتعلق بتلك العصابة لم يكشف عنها بعد حفاظا على سير تحقيقاتها في وقت تؤكد ذات الأجهزة استدراج جميع ضحايا تلك العصابة أو غيرهم إلى إقليم كردستان من خلال الأموال من أجل بيع أعضائهم من مدينة الكوت علي محمد قناة دجلاء